يا جماعة هل الزواج هو اختياره من العبد ولا قسمه ونصيبه قدر من الله هو باختيارك وقدر الله عليك يعني الاثنين سواه يعني انا لو هل كتبت واحد اثنين اثلاثة اربعة كتابت هالارقام باختياري ولا لا باختياري اكتب الف اكتب مليون انا مختار لكن هل الله يعلم انه هيك كنت راح اكتب نعم قولا واحدا يعلم بس ما جبرني انا مخير فانا ما اتدخل بعلم الغيب فرضا انت اخذت بالاسباب واخترت وحدة لتخطبها ما خبلت فيك دلوك على تانية انت ما عجبتك وبعدها سحيت وبحثت شفت وحدة وعجبت وبعض وتزوجته هذا اختيارك والله يعلم انه انت هيك راح تختار مثل الرزق مقدر بس ناخد بالاسباب وكذلك النصر والشفاء ناخد بالاسباب بس هو مقدر والتوفيق من الله وبالله نحن نؤدي ما علينا والامر كله لله نوح نبي من الانبياء رجل صالح اجتهد وطلعت زوجته خاينة يمكن تاجر ياخد بكل الاسباب وبالنهاية يخسر فالتوفيق كله من الله هذا والله اعلم